والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شغاط مستقيم تنسيل العزيز الوحيم لتنزر قوما ما أنزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصنون وسواء عليهم أعذوتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزر من اتبع الذكر وخشيه وحمن بالغيب فبشره بمغفوة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثابهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وغربوا لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذا أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وفقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما آتم إلا بشر مذلنا وما أغزلوا وحمن من شيء إن آتم إلا تكذبون قالوا أبنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيونا بكم لإلا متوتقوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائلكم معكم أئن ذكرتم بل أوتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة غجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطغني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يوقذون إني إذا لفي طلاب مبين إني آمنت بوبكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفغني وأبي وجعلني من المكومين وما أوسلنا على قومه من بعده من جود من السماء من جود من السماء وما كنا موصلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسوة على العباد ما يأتيهم من وسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يغوا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون آية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجغنا فيها من العيون ليأكلوا من سمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد دوناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لك أو تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا كن ينقذون إلا وحمة منا ومطاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات غبهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أوفقوا مما وسقتم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا للذين آمنوا أنطعن من لو يشاء الله أطعمه إن آتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينسرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى وبهم يوصلون قالوا يا غيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما غعده وهمان وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون الليوم لا تظلم نفسوا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في زلال على الأوائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عاغد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وانعبدوني هذا صغاط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيغا أفلم تكونوا تاقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخطم على أفضائهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستمعوا الصغاط فأنا يبصنون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينظر موكان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا موتون الله آلهة لعلهم يوسرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جوت محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يغى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول موه وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناغا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون